فطبعاً لما أنت تواجه نفس السؤال أحقاً قال الله والشيء الغريب أنه يعني دائماً بتشوف في سفر تكوين الصحاح الأول وقال الله وقال الله وقال الله هليك النور وقال الله نعم الإنسان على صورتنا وأول كلمة بعدين لما الله وضع آدم وحواء في الجنة برضو أحقاً قال الله سؤال مشكك يعني مغطى بخداع ورياء والتواء كأنه عاوز يساعدها بس هو بالحقيقة عاوز يبعدها وده اللي حصل بالزبط فأحقاً قال الله بنشوف أنه ده أول سؤال وجه للبشرية عادةً لما نقول إيه أول سؤال في الكتاب المقدس نفتكر آدم أين أنت؟ ده كان سؤال الرب لآدم بعد السقوط لكن أول سؤال للبشرية كلها ممثل في آدم وحواء هو أحقاً قال الله من الشيطان من الشيطان فهو اللي بيسأل والسؤال ده بيحط حكتين بيشكك في كلمة الله وفي صلاح الله لأنه بيقول لنا شوف السؤال بيقول إيه كانت الحية أحيى الجميع حيوانات البرية التي عاملها الرب الإله فقالت للمرأة أحقاً قال الله لا تأكل من كل شجر الجنة شوف السؤال مركب الحقيقة بيشك في قول الله ويشك في صلاح الله كأن الله بيحطه في الجنة ويقول له ما تاكلوش من كل حاجة مع أنه وسيط الرب من كل ثمر الجنة تأكل لكن الشيطان هو اللي حرف وحور الكلام بالزبط عشان يبين الله كإله قاسي مش عايز يمتعهم مع أنه نحن بنشوف أن الله هو إله محب وجاء لكي يكون لنا حياة ويكون لنا حياة أفضل فالله مش إله الحرمان الله إله العطاء فالحية عايزة تقول حكتين عايزة تقول أن كلامها هيكون أعلى من كلام الرب هتكسر كلام الرب بأنها تقول له بتحط الشك والشك في حد ذاته يعسيس نظار مش مشكلة المشكلة نحن ما نجاوبش على الشك فاللي عنده تساؤل ده شيء طبيعي وشيء سليم جدا لكن يقدمه لنا وبنعمة الرب هنقدم له الإجابات الشافية من الكلمة المقدسة ومن العلم الحديث أيضا فالشيطان عايز يقول أحقا قال الله علشان يقول أنا عايز أشككك في كلام ربنا ولو اهتز كلام الرب في حياتنا كل شيء تاني هيهتز وبعدين بيقولها أن لا تأكل من كل شجر الجنة في الواقع أني نأكل من كل شجر الجنة ما عدا شجرة معرفة الخير والشر عشان كده الرسول بوليس في رسالته لكورونسس بيقول لكنني أخاف أنه كما خدعت الحية حواء بمكرها هكذا تفسد أذهانكم عن البساطة التي هي في المسيح فإحنا بنواجه نفس السؤال اللي وجه من آلاف السنين بنواجهه في القرن الواحد وعشرين وهذه الآية بيكتبها ضد المعلمين الكذبة والرسل الكذبة اللي بتغير شكلها بالخداع طبعا والتشكيك بالتأكيد اشتركوا في القناة